قطار التطوير يمر من هنا بطول 6 كيلومترات تم تطوير وتجميل الواجهة الغربية لمدينة الشيخ زايد لتتحول إلى ممشى سياحي حضاري يضم مطاعم وكافتريات ومناطق ترفيهية والعديد من الأنشطة التجارية فكرنا أننا نعمل متنفس للسكان بممشى سياحي الحاجة الأساسية عندنا أننا نوفر أنشطة ترفيهية، نوفر أميكن مفتوحة، نوفر مناطق خضرة نوفر مسارات عجل ومسارات مشاهة علشان السكان يبقى عندهم متنفسة لهم يقدروا يخرجوا من المدينة مرعاة إنشاء مناطق جلوس للعامة ومناطق خضراء بالإضافة إلى مصار درجات وممشى ليتمكن السكان من ممارسة أي نشاط رياضي والترفيهية كان توجه الجهاز ونحن نبتدي نسنق للشركات المتخصصة بحيث أنها تنقوم بتطوير وجو رفع المخلفات وإقامة مباني سهلة الفك والتركيب بصراحة نكامل كل التعاون بيننا وبين الجهاز زللنا كل الخطوات وكل عقبات عشان نقدر نحن ننشئ المنشة بشكل حضاري بشكل شيك أنه يبقى منارة لسكان الشيخ زايد ومتنزه للمواطنين وصلت نسبة إنجاز وتشغيل بعض المشروعات إلى 100% والبعض الآخر في مراحل إنهاء أعمال التشريبات الداخلية وجاري التشغيل التجريبي لعدد من المحل أيمن عمد أكسترا نيوز